السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فالله مجزه عنا خير ما جزيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته أما بعد فيخوتي في الله أخواتي في الله إني أحبكم جميعاً في الله والله أسأل أن يجمعني بكم دائماً وأبداً في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً أحبتي في الله عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام ولقاءنا في هذه الدقائق المعدودات مع قصة أصحاب السبت أصحاب هذه القرية التي كانت حاضرة البحر الذين عتوا عن أمر الله عز وجل فجاءهم النكال والخزي والعار والشنار في الدنيا وما بقي لهم في الآخرة أفضع وأبشع عياذاً بالله تعالى لا توجد أمة حباه الله بالنعم كأمة بني إسرائيل ولا توجد أمة عتت عن أمر ربها وأتعبت قلوب أنبيائها كبني إسرائيل لكم ذاق موسى عليه السلام منهم الأمرين لكم ذاق أنبياؤهم منهم مرارات ذبحوا بعض الأنبياء ذبحوا يحيا ونشروا زكريا بالمنشار قتلوا أربعين نبياً حاولوا اغتيال النبي محمد أكثر من مرة حاولوا اغتيال المسيح وزعموا أنهم قتلوه فكذبهم القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم بل رفعه الله إليه جل جلاله كان من تعليم نبي الله موسى الكريم لبني إسرائيل أن ينقطع قومه عن أعمالهم يوماً في كل أسبوع يتفرغون فيه لعبادة الله عز وجل ويعكفون فيه على حمده وعلى ذكره حتى تطهر قلوبهم بذكر الله عز وجل من تعاليم موسى عليه السلام بأمر الله له ولقومه أن ينقطعوا يوماً في كل أسبوع لعبادة الله ولذكره ولحمده ولتقديسه ولتسبيحه حتى تزكو النفوس حتى تطهر القلوب وكان هذا اليوم هو يوم الجمعة الذي أمروا أن يتفرغوا لعبادة الله فيه ولكنهم راغبوا راغبوا عن يوم الجمعة وأرادوا أن يكون هذا اليوم هو يوم السبت فحرمهم ربنا فحرمهم ربنا من فضل يوم الجمعة وأبدلهم به السبت كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة يعني إيه نحن الآخرون وجودا في هذه الدنيا فأمة الإسلام آخر الأمم ونبيها آخر الأنبياء وكتابها آخر الكتب وليس بعدنا إلا القيامة لكننا السابقون يوم القيامة أول أمة تحاسب أمة الإسلام أول أمة تدخل الجنة أمة النبي محمد نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم أمة النصارى أوتيت الإنجيل من قبلنا أمة اليهود أوتيت الطوراء من قبلنا وهكذا بيد يعني غير أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا لو يوم الجمعة هدان الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد النبي عايز يؤلنا صلى الله عليه وسلم أن مما أكرم الله به أمة النبي محمد أن فضلها بيوم الجمعة والناس لنا تبع اليهود يعظمون السبت والنصارى يعظمون الأحد وأفضل أيام الجمعة يوم الجمعة حرمهم ربنا ومنحنا منعهم ربنا بذنوبهم وأعطانا بطاعة أجدادنا لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فيه خلق آدم فيه أسكن الجنة فيه أخرج منها فيه تيب عليه فيه يكون الصعق فيه ساعة إجابة له مزايا سيد أيام الأسبوع يوم الجمعة سيدنا موسى قال لبني إسرائيل كل أسبوع يوم الجمعة اتركوا أعمالكم وتفرغوا لعبادة ربكم لتسبيحه لتقديسه لذكره أنه لا الجمعة ما يلزمناش عايزين السبت فحرمهم ربنا بذنوبهم ثم ابتل الله أهل قرية من قرى بني إسرائيل ببلية عظيمة ذكرها ربنا في قرآنه قال سبحانه وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ وَيَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ابتل الله أهل قرية من قرى بني إسرائيل كانت حاضرة البحر ببلية عظيمة والابتلاء سنة لله سيارة في كل أمة وفي كل زمن ولو لم تكن هذه الابتلاءات وهذه التكاليف لما عرف الصالح من الطالح والدعي من الصادق المخلص ولما عرف المجاهد من الغافل ولما عرف صريع الشهوات من صريع الغزوات سنة الله في خلقه الابتلاء قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال تعالى ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون دعوة الإيمان دعوة محبة الله باللسان سهلة لابد أن تأتيك البلية وتوضع على المحك فإما أن تحرقك نار الفتنة وإما أن تخرج منها لامعا براقا كالذهب إذا أدخل في النار تحرق شوائبه ويخرج هو يأخذ بالأبصار والألباب ابتل الله قرية من قرى بني إسرائيل كانت حاضرة البحر بهذه البلية العظيمة بهذا الامتحان الصعب إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم هنا ثلاثة ابتلاءات الابتلاء الأول نهيهم عن الصيد في يوم السبت ممنوع اليهود يشتغلوا يوم السبت الابتلاء الثاني مجيء الحيتان في يوم السبت تملأ البحر شرعة سمك ما شاء الله السمك قبل عشرة والعشرين كيلو سمك ضخمة إذا عنف كده كأنها أشرعت قوارب صغيرة اللي هو في اليوم اللي هم حرام عليهم يصطدوا فيه ابتلاء ثم إذا كان الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو بقية الأسبوع عدى السبت ينظر وجود الأسماك في البحر جدا ويوم لا يسبتون أي يوم غير السبت لا تأتيهم ثلاثة ابتلاءات النهي عن الصيد في يوم السبت تأتيهم الأسماك كبيرة وكثيرة تملأ البحر وقريبا من الشاطئ وسهلة المنال في يوم السبت وبعد السبت طول الأسبوع فين وفين لما يستطلوا كل سمك فماذا فعل هؤلاء اليهود هل صمد هؤلاء الشهوانيون أمام هذا الإغراء طاعة لله عز وجل حتى يبدلهم بالحرام حلالة أبدا هل صبروا عن الحرام ليعوضهم ربنا به حلالا طيبة لا لم يصمدوا ولم يصبروا ولم يطيعوا ربهم بل تحايلوا على أمر الله وأرادوا بغبائهم مخادعة رب العالمين جل جلاله وهذا حال اليهود إن كانوا حاولوا مخادعة رب العالمين فماذا يفعلون مع بني آدم هذا حالهم في كل عهودهم عاهد النبي يهود المدينة عاهد يهود قريضة يهود بني النظير يهود بني قينقاع كلهم نكث ونقض وغدر وهذا حال في كل عصر يجلسون مع المغفلين من المسلمين يعاهدونهم ويذبحونهم من طريق آخر كما قال ربنا أبا كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم أرادوا مخادعة الله فماذا فعلوا ماذا فعل أهل هذه القرية قام المتحايلون من اليهود بحفر البرك وبحفر الحياض بجانب البحر فإذا جاء المد غمر هذه الحياض بالماء والأسماك ما هو يوم السبت البحر بيشغي سمك قريب جدا من الشاطئ تجيبه بأيديك طب نجيبه نجيبه الزايدة يقوموا ايه يحفرون الحياض ليلة السبت يوم الجمعة بالليل حياض قريبة من البحر ييجي يوم السبت والبحر مليان سمك يحصل مد لماء البحر فيأخذ الماء معه السمك فيملأ الحياض خلاص كده ثم يحصل الجزر والسمك في الحياض وفي البرك فإذا كان يوم الأحد يأتون إلى هذه البرك والحياض وقد امتلأت بالسمك فيأخذونها بمنتهى السهولة وهم يقولون نحن اصطدنا في يوم الأحد لم نعصي رب العالمين نحن ملتزمون بشريعة موسى نحن نطيع الرب وهم نصابون ومخادعون وكذابون وهذا الذي فعلوه من تحايل على أمر الله يثبت غباءهم ويثبت سوء أدبهم مع الله فهم دائما أصحاب قلوب خريبة وأصحاب عقول فاسدة طيب هل كل أهل القرية فعلوا هذا لا انقصم أهل القرية إلى ثلاثة أقسام قسم مجرم تحايل على شريعة موسى وأراد بغبائه أن يخادع الله وقسم قام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لم يفعل كفعلهم وقام ينذرهم من عاقبة فعلهم ويأمرهم أن يتقوا الله يا ناس حرم عليكم هذا الذي تفعلونه حرام لا يصح الله لا يخادع اتقوا الله خافوا الله وهؤلاء هم العلماء والصالحون المصلحون وفريق ثالث من أهل القرية ما اقترفوا الجريمة ما اقترفوا الجريمة وما نهوا عنها السلبيون السلبيون ومن عجيب أمرهم أنهم لما رأوا المصلحين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قاموا ينهون المصلحين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اسمع القرآن وإذ قالت أمة منهم هؤلهم السلبيون قالوا لمن للمصلحين لمطعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا هذا هو منطق الساكتين عن الصدع بالحق في كل زمان هذا هو منطق الساكتين عن المنكر في كل زمان يرون المنكر ينتشر وهم لا يفعلون ولا ينهون عنه بل يتوجهون باللوم والتأنيب للصالحين المصلحين وهذا من العجب العجيب العجاب يبدو أن هذا السلبي هذا المخذول إذا رأى شجاعة غيره إذا رأى صدع غيره بالحق يشعر بأنه كزم بأن ورقة التوت تسقط عنه تكشف سوءته يريد أن يرى كل الناس كما هو على حاله لمطعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدة يعني أنت مالك يا مولانا تصلح الكون يا أخي تصلح الكون ربنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء فرد العلماء على المخذلين ردا جميلا قالوا معذرة إلى ربكم نحن نهيناهم عن هذا الحرام معذرة لنا عند الله عز وجل إذ لابد من إنكار المنكر لأن إنكار المنكر واجب والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان معذرة أنا أنجو بنفسي عندما أأمر الناس بالخير عندما أأمر بالمعروف بمعروف بضوابطه عندما أنهى عن المنكر من غير منكر أنا لا أبحث ابتداء إلا عن نجاتي أنا معذرة إلى ربكم نقدم عذرا لنا بين يدي الله عز وجل في الآخرة روية وروية هذه صيغة طمريض يعني الكلام نأتنس به فقط روية أن رب العالمين أمر جبريل أن يدمر قرية ظالمة فاجرة فقال له يا رب فاذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وقال رب العالمين وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها صالحون لا ما قال شي كده وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون لا يكفي أن تكون صالح فقط لتنجو بل لابد أن تكون صالح مصلح صالح ومصلح قال ربنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني هو صالح في نفسه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفقط لا وتواصوا بالحق قالوا الحق أوصوا الناس بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لابد من تقديم حق نصيحة للعصاء قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر قلت لما قام أهل الصلاح ينهون أهل السوء عن ما فعلوه قام السلبيون يخذلونهم عن أداء هذا الواجب لمطعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم نحن نفعل هذا عذرا لنا بين يدي الله في الآخرة ولعلهم يتقون إياك أن تبخل بالنصيحة على العاصي مهما بلغت معاصيه ولعلهم يتقون من يدري لعل كلمة في ساعة هداية ينقلب بها شقي إلى ولي وطالح إلى صالح وعاص فاجر إلى بر كريم أنت عارف لعلهم يتقون يمكن يخافوا من ربنا يمكن كلمة تؤثر فيهم كم من كلمة حولت حياة إنسان سيدنا الشافعي بدأ حياته شاعرا وفي مرة أنه يقول الشعر هو صغير سمعه أعرابي وكان يعرف نسبه فقال شافعي يا شافعي يا مطلبي يعني من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لنفسك بالشعر يا بني أطلب العلم يُعلك الله أطلب الفقه يُعلك الله فانصرف الشافعي عن الشعر وأقبل بكيانه كله على العلم وأصبح واحدا من كبار الأئمة بكلمة من أعرابي القعنبي كلص شاف كده اجتماع كثيف من الناس حول إنسان فسأل من هذا قالوا هذا شعبة عالم من علماء الحديث فذهب إلي قال ماذا يفعل الناس من المعلي ليه يعني قال يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه وقال حدثني بحديث من أحاديث رسول الله فنظر شعبة إلى وجه الرجل حرامي باين عليك يعني فقال لا قال إن لم تحدثني جرحتك يعني هعورك بالسكينة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فاهتز لحديث النبي وعاد إلى بيته لا يخرج من داره أياما حتى ظنت أمه أنه قد قتل إنسانا أو فعل مصيبة كبيرة يبكي 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 ثم تاب وأناب ولحق بالمدينة وأصبح من كبار أهل العلم في المذهب المالكي بكلمة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وعندنا أمثلة كثيرة لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون هل انزجر العصاء بنصيحة العلماء والصالحين لهم أبدا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون الله أكبر ماذا حدث للعصاء الذين يتحايلون على أمر الله الله عز وجل مسخهم هم والسلبيون إلى قردة وخنازير مسخهم قرودا ثلاث أقسام بتاع القرية المجرمون والسلبيون خذلهم ربنا وأهلكهم من الذي نجى الذين ينهون عن السوء الذين يأمرون بالمعروف بمعروف بضوابطه بشروطه وينهون عن المنكر من غير منكر ماذا حصل للعصاء مسخوا قرادة مسخ حقيقي بأرود الذين نجوا ينظرون إلى الناس في القرية فلان هانم بقت إردة فلان بيك ربنا مسخ إرد طلع له ديل وشعره بقى ميمون بيطنطط سبحان الله العظيم خلقهم ربنا بشرا مكرمين وأراد أن يكرمهم أكثر بطاعته فذهبوا يعصون ويتبعون شهوات النفس ويقدمون شهوات البطون والفروج على طاعة الله عز وجل فطمس الله نعمته عليهم ومسخهم مسخا حقيقيا إلى قرادة هل عاشوا بعدها قرود اختلف أهل العلم في ذلك والراجح أن الله مسخهم قرود ثم أهلكهم بعدها مسخهم قرد وظلوا على هذا ساعات أو أيام حتى ذاع أمرهم وشاع خبرهم ثم أهلكهم قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا اللي عملوا الجريمة ولترمخوا عليه بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين أعوذ بالله طيب القصة فيها دروس وعبر ولا شك الدرس الأول انظر إلى الفارق بين التزام اليهود بشريعتهم وبين التزام المسلمين بشريعتهم الله ابتلى القرية التي كانت على البحر بعدم الصيد في يوم السبت طيب وربنا ابتلى المسلمين بكده برضو أو بأمر يشبه هذا اقرأ معي قال رب العالمين وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وانا محرم حرم علي استطحاجة من صيد البر طيب خلاص شباء ربنا يبتلين يقول ايه يا ايها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك منكم فله عذاب أليم يوم ربنا يبتل الناس هم راحين يعملوا عمرة أو يحجوا قديما وحديثا بصيد البر قريبا من أيديهم تلاقيه ارنب بيجري جنبك كده أو تلاقيه في الحرم الحمام جنبك تسقط الحمام بجوارك ويقولك حرام الصيد في الحرم حرام سواء كنت محرم أو حلال ابتلاء تلاقيه الحمام بيجري قدامك كده أوعى تزعرها تجري وراه تخوف حرام ولو استطهى الحرم أعظم ما هذا ابتلاء برضه احنا الحمد لله محترمين التزمنا بأمر الله عز وجل وهم قدموا شهوة البطول على أمر الله عز وجل اتنين من فوائد هذه القصة لابد حتما من اختبار الإيمان بالتكاليف عشان ربنا يكشف الصادق من الكذاب المسلم بجد من المسلم في بطاقة التموين وخلاص قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يكونوا آمنة وهم لا يفتنون يبتليك يبتليك بأمر قريب المنال عشان يختبر إيمانك موظف ظروفه صعبة جدا مراته عيانة مش عارف يجيب لها الدواء وابنه في الكلية مش عارف يجيب له المصاريف وعياله بقالهم عيدين ما جاب لهمش هدمة جديدة ولو فتح الدرج هيركب عربية بعد أسبوع وفي ناس جياله بتقدم الولاء عشان تدفع ما سوى عنده دين يأبة ابتلاء ده ابتلاء ربنا بيكشف بالبلاية الصادقين من الكاذبين ثلاثة أهل هذه القرية وانقسامهم موجود في كل زمان ومكان انقسموا ثلاث أقسام قسم عصى الله وقسم ما عصاش باستشاف المعصية وسكت وقسم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يعصي القسم الثاني السلبي قام ينهى المصلحين عن نصيحة الناس بالخير الثلاث أقسام دي موجودة في كل زمان وفي كل مكان ناس تجرم ترتكب معاصي وناس ما بترتكبش المعاص بش شكتة وناس تأمر بالخير وتنهى عن الشر يؤوم يؤوم السلبيون يعارضون المصلحين انتم مالكوا هتغيروا الدنيا هتغيروا الكون لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدة أربعة إن كانوا المصلحين للمنكر واجب شرعي وليس اعتداء على حريات الآخرين فلا اعتبار لحريات الآخرين إذا أضرد بمصلحة المجموع يعني واحد يركب عربية مثلا ويمشي على صلعة 150 كيلو ويكسر في عربيات الناس ويدهس الأطفال أنا حر حر إيه حرة موت الناس واحد يسكر في الشارع يمشي يتحرش ببنات المسلمين يا أخي التقل أنا حر أنت مقرم مش حر لا اعتبار لحرية أحد إذا أضرد بمصلحة المجموع وهذا في كل دولة وفي كل شرع وفي كل قانون نعم من الدروس أيضا من هذه القصة أن نزول العذاب لا نجات فيه ولا نجات منه إلا لمن ينهى عن السوء فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس مش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في سنته صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس المنكرة فلم يغيروه أو شك الله أن يعمهم بعقاب من عنده سادسا من دروسي هذه القصة وجوب الوقوف عند النص وعدم الإجتهاد مع النص لا إجتهاد مع النص العشة أربع ركعات خلاص سمعنا وأطعنا المغرب ثلاثة خلاص الفجر جهرية والظهر سرية ما فيش فزلكة انتهى لقد كان لكم في رسول الله أسوات حسنة هؤلاء حرم الله عليهم الصيدة في يوم السبت قالوا خلاص مش هنصطد يوم السبت أم يوم الجمعة حفروا البرق والحياض على الشاطئ ويوم السبت السمك بيملى البحر يجي كده المد بتاع المية يملى الحياض بالسمك والمية يحصل جزر الحواضة أفلت يسيبوها كده ويجي يوم الحد الصبح يصطادوا إيه ده بقى؟ ده الاجتهاد ده تشديد الخطاب الديني هذا والاجتهاد لا هذا إجرام لا اجتهاد مع النص يجب أن نقف عند النص وأن لا نخالفه وربنا يقول يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون كم من نص في القرآن أوله الناس على أهوائهم ولا تركوا بأيديكم إلى التهلك هذه إذا رأك الناس تصدع بالحق يقابلونك بها ولا تركوا بأيديكم إلى التهلك والآية نزلت في شأن آخر لا اكره في الدين تقول لابنتك صلي لا اكره في الدين تقول زوجتك اتحجبي لا اكره في الدين يا أخي لا اكره في الدين دي الواحد مش مسلم لسه بنعرض عليه الإسلام فإذا أسلم فالحمد لله وإن أبى لا اكره في الدين صلي يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب انت فاهم غلط وهو مدام ربنا أمرك بالصلاة يبا هو يعلم أن في وسعك قدرتك على الصلاة صلي صم أنا مش بتاع الصيام بصراحة عام الشيخ أنا مش بتاع الصيام ليه مريض لا مش مريض ولا حاجة بس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ايه ودي الفقه ده بتهدم الدين بأدلة من الدين انت فاهم غلط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني الله مدام أمرك بأمر هو يعلم أن في وسعك أن تأتهي فإذا وجد مشقة جاء التيسير والمشقة تجلب التيسير ثامنا من دروس هذه القصة درس مهم أوي 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 لا تتحقق إنسانية الإنسان إلا بطاعة الرحمن أو التاني لا تتحقق إنسانية الإنسان إلا بطاعة الرحمن فإذا عصى الله نزل إلى دركة تحت الحيوان إيه ده مهم مجدول كانوا من بني إسرائيل والله حباهم بالنعم وأكرمهم وحرم عليهم الصديوم السبت آموا يخادعون الله بغبائهم أما ربنا مسخهم قردة لا تتحقق كرامتك عند الله إلا بطاعتك لله فإن عصيته فأنت أخس من دابة تدب على الأرض لأن البهائم أعزكم الله تعرف الله وتسجد لله وتسبح الله قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم مر النبي يوما على رجلين ركب على دابتين وتجاذب أطراف الحديث فقال النبي الرحيم اركبوها سالمة أو دعوها سالمة ولا تتخذوها يعني الدواب كراسي لأحاديثكم فرب مركوب أكثر لله ذكرا من راكبه إذا إنسانية الإنسان لا تكون إلا بطاعة الرحمن فإن عصى الرحمن نزل إلى منزلة تحت الحيوان وصف الله عالما عالما وصف الله عالما من علماء بني إسرائيل بإنه أخس من الكلب ولكنه أخلد إلى الأرض باع الدين بالدنيا باع الآخرة بالدنيا ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وصف الله فريقا من بني إسرائيل بأنهم كالحمير قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا عالم مع دكتوراه في كذا ودكتوراه في كذا ودكتوراه في كذا وصحب فتاوي ذوات بلاوي لا ينطق إلا بالكذب لا ينطق إلا بالضلال والباطل فمثله كمثل بني إسرائيل اوعى تقول للآية دي في بني إسرائيل كالداب قال حذيفة أتجعلون كل مرة في القرآن لهم وكل حلوى لنا من شابه قوما فهو منهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وقال ربنا عن أهل النار ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وإلى أن قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أضل من الأنعام وأهل النار عندما يدخلون النار يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير يا عباد الله إذا جاءكم الأمر من الله فكونوا كأجدادكم من أصحاب رسول الله سمعنا وأطعنا الله لا يخادع الله لا يخادع جل جلال الله الخير والبر والرشد والسعادة والله في الدنيا والآخرة في الالتزام بهذا الكتاب الكريم وبالنبي الأمين الذي قال ربنا فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسأل الله أن يمسكنا بالقرآن وبالسنة إلى أن نلقى نبينا على الحوض إنه ولي ذلك ومولاه بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد شادوا صحوة